مع دخول شهر رمضان المبارك تزداد معاناة النازحين نتيجة ابتعادهم لسادس رمضان عن ديارهم وأهلهم وأصدقائهم الذين يفتقدونهم كلما اجتمعوا على طعام الإفطار أو لصلاة التراويح داخل مخيمات النزوح نحو مليوني نازح ما يزالون بعيدين عن منازلهم يتوزعون على مخيمات ومراكز نزوح مختلفة في مناطق متفرقة من البلاد الأمر الذي يشكل أزمة كبيرة في العراق تباطئ الإجراءات الحكومية في إعادة النازحين وسيطرة الميليشيات المسلحة على المدن التي شهدت عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة أسباب عملت على استمرار معاناة النازحين لا سيما خلال شهر رمضان المبارك الذي تزاد فيه معاناتهم نتيجة الإهمال الحكومي ونقص المواد الغذائية الدمر الذي لاحق بمنازل العديد من النازحين أجبر أصحابها على عدم العودة إليها بينما اضطر آخرون للبقاء خارج مناطقهم نتيجة سيطرة الميليشيات المسلحة عليها وفي الوقت الذي لم تسمح به الحكومة في بغداد للنازحين بالعودة إلى مناطقهم ومنازلهم لم تطلق حملة واحدة لمساعدة سكان المخيمات وإعانتهم لتحمل الظروف الصعبة التي يعيشونها في شهر رمضان المنظمات الإنسانية عملت منفردة بعد جفاء الحكومة وتناسيها معاناة النازحين حيث قدمت البعض منها كهيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى المساعدات بشكل مستمر في محاولة منها لدعم النازحين لتحمل الوضع المأساوي في مخيمات النزوح اعتماد النازحين على المساعدات الإنسانية يجعلهم يعيشون مصيرا مجهولا لا يعلمون نهايته وإنهاء أزمة النزوح في العراق يبدو أمرا مستبعدا في الوقت الحادي ولا شيء لدى سكان المخيمات غير التضرع إلى الله عز وجل في الشهر الفضيل أن يفرج عنهم هذه المعاناة شكرا